مشاهدونا مشاهدي في الجول أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج One on One دفنا النهاردة واحد صفة مدربة دور المصري قدر في بداية مشهوره التدريبي أن يتوج ببطولة العالم العسكرية مش كده وبس خلال أول تجربة ليه في الدور الممتاز مع نادي حرص الحدود الصعد حديثاً في ذلك الوقت موسم 2001 قدر أنه يحقق معاه نتائج مميزة ويضعه على مصف الأندية الكبيرة وخلال العشر سنوات قدر أنه يحقق ببطولتين كاس مصر وقدر أنه يحقق بسولة السوبر المصري وبعدها خلال مسيرته التدريبية قدر أنه يدرب أحد أنديت الدور الليبي وقدر أنه يحقق معاه بطولة الدور الليبي مش كده وبس لا قدر لو يمسك أكتر من فريق في الدور المصري سواء جماهرية أو خاصة بأنديت الشركات وقدر أنه يحقق معاه نتائج مميزة دفنا النهاردة هو الكابتن طارق العشري المدير الفني الحالي لفريق طرق الجيش أهلا بك يا كابتن منورنا ومشرفنا في موقع في الدور تحياتي لك يا حامد تحياتي لأسرة البرنامج والشرف لي في البداية عايزين نعرف أسباب الطفرة اللي حدثت لنادي طلاقة الجيش خلال الموسم الحالي خاصة أنه قبل ما جاء الكابتن طارق العشري كانت النتائج متزبزبنا وعمائنا تمام يعني عاوز أقول لأبدأ أن إحنا لما مساكنا طلاقة الجيش كان الفريق من دمن الثلاث فرق اللي هم الأخار برصيد خمس نقاط ودخل في مرمى عشر أهداف وجاب هدفين والهدفين جابهم اتنين مدافعين كان جويني وكان على الفين من ضربتين سبتين فلما إدارة طلاقة الجيش اتشرفت طبعا بالتعاقد معهم ابتديت أحضر نفس بلان واضح وأعلنه للجميع سواء مجلس الإدارة أو اللاعبين وهدف أنه نبتدي نشتغل عليه ابتدينا طبعا نصلح في الكل يعني من A-Z ويمكن أنا يعني صراحة خدمتني فترات المنتخب بشكل كبير جدا بطولة الأم الأفريقية كمان بطولة الأول بطولة العربية وبطولة الأم الأفريقية بعد كده لأن دخلنا في شهرين شهرين دول كانوا كافلين إن احنا يعني نشتغل بشكل كويس وننظم أمورنا بشكل كويس ونعيد ترتيب البيت من إيته تزد على كل الأصعادة البدنية الفنية التكتيكية النفسية نحط النفس هنا هدف إن احنا عاوزين نطلع من المنطقة اللي هي اللي فيها التشابك دية التهدد بالهبوط وبعدين نخش في المنطقة الدفقة وبعدين ابتدين نرتقي نخش في منطقة المراكز اللي هي بعتبارها مراكز تنفسية اللي هو المركز الحالي اللي هو المركز الخامس اللي احنا يعني شغالين فيه وكمان بننافذ على المركز الرابع مخفتش اللي انت قبل التجربة دي اللي هو الفريق في مراكز الهبوط يعني قبلها كان عندها اللي انت ضربتها كان حصل فيها شوات مساكل زي كورونا ما كنتش خايف إنه التجربة دي؟ ما كانش صراحة يعني ما كنتش خايف صراحة إنه كان عندي أقبال شديد جداً وكنت واثق إنه احنا عامت له الشيء المنظم والمخطط ليه بشكل كويس والبلاني اللي بحطوط والهدف اللي هتحط له والولاد صراحة درجة استجابتهم عالية جداً 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 مجلس الإدارة استجاب إنه احنا كنا موقف خطر ومحتاجين إنه احنا نمشي في التجاهين التجاه الأول هو الدعم مجلس الإدارة للعبين في صورة دوافع يعني كان المكافئات الجيدة عشان تبتدي اللي لعيبة تستجيبي بشكل كويس الاتجاه التاني هو تنظيم الفريق تكتيكياً واختيار العناصر الأنسب للمرحلة ديت على أساس إنه احنا نطلع منها بشكل كويس جداً كانت استجابة صراحة مجلس الإدارة بشكل كويس جداً كان فيه اللي وخالة شوكر كان رئيس الجهاز صراحة مستجاب بشكل كويس جداً جداً في ناحية الدوافع وإحنا من ناحيتنا كجهاز فاني وإطار فاني ابتدي ننظم أمورنا ابتدي نغير في بعض الأمور التكتيكية لدى اللاعبين نختار الطريقة الأنسب اللي تناسب إمكانيات اللاعبين وليتحقق للنتائج صراحة عملنا طفرة كبيرة جداً ابتدي ننظم خاصة من القاعدة بعد ما كان طلع الجيش من الفرق اللي دخل فيها عدد كبير جداً أصبح من الفرق اللي صعب جداً بتحرز فيها أحداث دي حقيقة وأصبحت يعني لو أنت النهاردة بتتكلم في داخل في الأسبوع الواحد ثلاثين بفريق طلع الجيش يمكن التاني أقوى دفاع على مستوى الدوري وده شيء جيد جداً أو من أقوى ثلاث أربع دفاعات في مصر إحنا حد الآن دخل فينا 22 هدف بس فيه 50 هدف فيه عشرة منهم عشرة منهم في التامة مبارات الأولى يعني 12 هدف من ساعة ما استلمت 10 هدف وده معدل جيد جداً جداً ثم إحنا كنا جابين هدفين جبنا 20 هدف وده برضو معدل جايد 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 رغم إن ما فيش مهاجمين معاك في الفرق آه الشيء الجايد إن إحنا كل الفرق اللي فوقينا اللي هي يعني تفوقنا في الإمكانيات على الأقل كمان الفنية والبندية الحمد للهرب العالمين يعني إحنا تفوقنا عليه بشكل كبير جداً جداً عشان كده إحنا عملنا قفزة كبيرة بتدينا شوية شوية نطلع من المنطقة دية نخش منطقة دفاع بعدين ننهي قبل نهاية الموسم باربع جولاته إحنا في مركز الخامس تفوقين جداً جداً في المنافسة على المركز الرابع اللي هي فيها فيوتشار للقياس بكل الفرق اللي كانت فوقية وأنا في المركز الخامس يعني لو تقيس إن عدد النقاط فيوتشار سموحها البنك الأهلي فارقوا كانوا يسبقونا بحوالي عشرين بط والحمد للهرب العالمين إن إحنا قدر نقلص الكلام ده إلى بنا على الأقل من فيوتشار اللي إحنا بالنفس معنا مركز الرابع إلى نقطتين فقط لغير وده شيء جايد بحي فيها مجلس الإدارة وبحي فيها كمان لما اتغيرت الإدارة عندنا جيت لواء حسام خضر رئيس مجلس إدارة رئيس طموح صراحة وده كمان يقدر يعني يمشي على نفس النهج بشكل كويس جداً عشان نقدر ننهي في المنطقة اللي إحنا يستحقها المكان كإدارة تابعة للقوات المسلحة مكان يستحق مكانة جيدة وسط أندد الدولي وده اللي أنا بحاول أعمله ويمكن نموذج ده أنا حملت قبل كده نحرس الحدود إحنا عادنا من 2011 كامل خليلها الفريق تدرج بشكل كويس جداً في بلد والمسابقة حد ما أصبح فريق بطولات ختمتين كاس وواحد صوبر ومتنساش كمان 2010-2011 إحنا كنا على قمة الدولي المصري يعني وصلنا فيها للنطقة بشكل مشروع ده هو يمكن اللي إحنا حطناه حطيت تفاصيله من بداية ما جيت ومحتاجين إن إحنا نكمل عليه عشان ننقل فرقة من المراحل بقى اللي بتتواجد فيه المراحل الوسطية للمراحل التنفسية محتاجين إن إحنا نكمل على الكلام ده على أساس إن إحنا بداية الانطلاق اللي إحنا حطناها لابد إن المشروع يكمل للأخذ بس طبعاً بشروط الشرط الأولاني إن إحنا نحافظ على الأعيبة بتاعتنا لأن من ساعة ما الفرقة ابتدت يتحط عليها العين ونتاج مميزة ابتدى طبعاً كل أحاديث كل الأندية في اللعبة بتاعتنا وبالطالبة وأصبحت مطلوبة بشكل كبير جدا وده بيسعدني إن أنا أطور في المكان في القفزة ناخد موزيشن اللي نستحقه ونتطور كمان في أداة اللعبين وأصبح مطلب لكل الأندية بشكل كبير جدا هو الهدف إيه اللي إحنا عاوزينه كإدارة طلاع الجيش في تكملة المشروع فعشان نقدر نواصل المشوار نمر واحد لازم نحافظ على القوام الرئيسي اتنين ندعم بشكل كويس جداً جداً لإن أنت دخلت في منطقة عاوز من ساعة ما تنتهي هتبدأ التنافس بقى مع الفرقة الكبيرة عشان تتنافس مع الفرقة الكبيرة لازم تتكلم بمنطق الفرقة الكبيرة على الأقل القوام الرئيسي بتاعك تحافظ عليه بشكل كويس وتدعمه تغير في موضوع العقود بما يتناسب مع إمكانات النادي بشكل كويس جداً بما يتناسب مع إمكانات اللاعبين لقي حملية جيدة جداً تكون دافع وحوافز جيدة جداً عشان نقدر نحقق للمكان اللي يستحقه المكان كابتن طريق العشري تعاقده مع نادي طلاعي الجيش هينتهي بنهاية الموسم الحالي كابتن طريق العشري مكمل ولا خاصةً اللي إحنا عارفين إن ما فيه أوروب كتير جات لكابتن طريق العشري سواء من جوة مصر أو من بره مصر كما أنا عارف إن فيه منتخبات عايزة كابتن طريق العشري شوف أنا عاوز أقول لك حاجة يعني طبعاً أنا شارف ليه إن أنا أتعابل مع فريق طلاعي الجيش أو المؤسسة العسكرية لإن أنا طبعاً يعني محسوب على المؤسسة العسكرية من أيام حرص الحدود وأنا صراحةً بحب المكان وبشتغل فيها بحب وعاوز أنجح في المكان اللي أنا بدأته وأكمل المشروع عشان نقدر نحس إن إحنا قدمنا شيء للمكان يقدر يفيد المكان بشكل كويس جداً ونقدر يرتقي بالمؤسسة ويقدم ليناسب المكان أو المؤسسة العسكرية بشكل كويس دائماً المؤسسة العسكرية مؤسسة متميزة دائماً بتطلب التفوق فعشان نقدر نوصل لده إحنا محتاجين نكامل مشروع بس بشوية طلبات يعني أنا شايفها إن هي في المتاحة عشان نقدر نكامل غير كده هنبتدي يعني نقل في التارجت ونقل في الهدف وهنبتدي نشتغل من جديد وإده طبعاً هيبقى صعبة جداً كده نتحقيقه أنت مش دوامن الفطرة اللي جاية كل الفرق اللي جاية كلها بالدعم نفسها بشكل كويس جداً وطالما أنت عندك هدف المكان عايز أقول لك حاجة كان هدفه البقاء في الدورة الممتازة فقط لغير أنا جيت عليت السقف جيت عليت السقف وأنا شايف إن ده اللي أنا بحبك أشتغل فيه كطرق العشرة إن السقف المكان اللي أنا تواجد فيه لابد إن يخش من أحسن على الأخير ست الفرق في الدورة الممتازة وتعرف الأسبوطات دايماً بتتسلط الأضواء على القمة ما بتسلطش على القاعة النهاردة لعبين بتاعتنا مطلوبين لأنهم وصلوا للمكان اللي زي دي فإحنا محتاجين نواصل للمكان ده بشيء من التخطيط بشيء من الهدف وترسم أهدف بشكل كويس جداً نستطيع إن إحنا نحقق يعني الأقصى كمان من كده بشكل كبير جداً لكن غير كده أعتقد إن الدنيا يعني مش هتساعدنا في تحييلها فكده برضو عايزين نعرف الكابتن طلعي العشري هيكمل معناه طلعي الجيش ولا بينظر للعروض التانية شوف الأولوية طبعاً طلعي الجيش ما فيش شك فيه عروض وعروض جيدة لكن إنت اللي بتسألني عن نفسي أنا حابب إن أنا أتواجد في المكان لما تستريح فيه نفسيه من شكل كويس جداً الأورو الثاني بفكر فيها بإيجابية لأن صراحة الأوروض كبيرة جداً عرفت إن فيه عروض في الدول المصري وعروض في أدية بره وفيه منتخبات كمان والله الحمد لله أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى لكن أنا أعطي أولوية إذا تم طبعاً الموافقة على شوية الطلبات اللي حتى طلبنا وأنا أعتقد فيه المتاح يعني حتى قدنا بشكل كويس جداً يقدر يبقى إن شاء الله بإذن الله هنكمل بشكل كويس جداً إذا ما تمش الموافقة على الكلام ده هنبتدي هفكر في الموضوع بشكل إيجابي لمصلحة المكان وبرضو لمصلحة طريق العشري في الفترة الأخيرة بعد ما الفريق قرب خلاص اللي هو يكون في المركز الرابع أتكلمت عن إن فيه ظلم إن الأسماء للأندية المشاركة في البطارات الأفريقية إن يتم إرسالها دون العودة للأندية إلي حصل هو هل فعند حد القرى ما يبعدش خطابات للأندية إن الأهل والزمالك؟ وهو من الواضح إن حد القرى بعد بدري وده أعتقد إنه قطل الطموح لكل الأندية اللي بيتنافس على لايح محتاجة إنها عدد نظر بشكل كويس جداً الكلام بيقول لو الدور تلغى لو الدور تلغى لكن الدور ما تلغاش فإنت لازم تفضل تدي أمل لكل الأندية المنافسة والدور التاني انتشاف النهاردة فيه تقلبات كبيرة جداً جداً وعمرك ما كنت تتوقع إن يطلق الجيش ينافس عن مركز الرابح دي حقيقة فأنا بشايف إن استعجال في باعة الأسامي المشاركة في أفريقيا بيقتل الطموح عند الفريق أرجو المراعات دي في المستقبل إن كل فريق عنده طموح إن هو الناس والمصر في بطولة الإفريق طبع إنت موجة نظرك كانت يتم إرسال القايمة على الدور الأول زي ما هم أرسلوا ولا كان في آخر ماتش للفريق فرق ما دور أول بيحكم على مستوى فرق لأنا بقولك إن دور الأول شيء والدور الثاني شيء فيه فرق الدور الثاني حاصل لا تفرق إلا منك أن تطلع الجيش يعني حاصل لا تفرق وفيه تقلبات كبيرة جداً فأنت ما تقتلتش التموح بدري أنا طبعاً عازر لأن طبعاً الموسم ممتد لثلاثين ثمانية وإنت محتاج فيه تاريخ تبعد فيه الأسامي محتاج فيه دارة واحد ثلاثين سبعة اه بالزبط كده فأنت محتاج انت شايف يبعاته فوحة ثلاثين سبعة؟ لا هو المفترض الآخر عشان تقدر تدي كوالاتي الجدول للمنافسة تفضل منافسة مستمرة للآخر لو المنافسة مستمرة هتلاقي فيه التشوق تنافس بالأندية بشكل كويس جداً بعد مشاركة مهند لشين في البطولة بطولة كاسا العرب وبعدين مع المنتخب فوام أفريقيا كان فيه تقارير صحفية وأخبار كثيرة إن مهند لشين خلاص في نادي الزماني فجأة بدون مقدمات مهند لشين أصبح لعباً في نادي فيوتشر اين حصل؟ ما فيش تم بيع مهند لشين لإدارة فيوتشر وكان الكلام ده الموضوع المفتوح في يناير لما كان مهند فيه التأخلات يناير في المنتخب وتم تأجيلها بشكل بير جداً وخلاص تم حزب الموضوع إن مهند يقدر يمشي وتحرك ويروح لإدارة فيوتشر وإدارة فيوتشر خلصت الموضوع بشكل كويس جداً طب بالنسبة لكبت نطلع العشري مع مهند لشين كنت تتفضل لهو يروح فيوتشر ولا نادي الزماني لك؟ لا أنا كنت تتفضل لهو يبقى معايا يبقى معايا؟ أنا لسه مكلمك بأن انت عاوز تحافظ على قوامك الرئيسي لسه مهند لشين ما تكلمش معاك يسألك انت شايف الأفضل ليه ايه؟ لدينا في المحاوز على مهند صراحة طريقة تم الاستعجال في بيعه لكن خلينا نتكلم على صعيد إن احنا بنكون فريق محتاجين إن يستمر فعشان يستمر لابد إنك تحافظ على قوامك رئيسي ومهند من القوام الرئيسي اللي تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جداً لكن خلاص أنا أعتقد الموضوع انتهى وخلاص الموضوع ده مهند ما في الشك لما جي سألني على الانتقال كان الكلام مش على فيوتشر خالص كان الكلام بين الأهلي وبين الزمالك تمام فأنا قلت له انت لابد تقعد مع نفسك تختار المكان اللي انت هتلعب فيه لأنه ممكن يروح مكان ملعبش ليه؟ قسرت اللاعبين اللي متواجدين فيه فين المكان اللي انت تقدر تلعب فيه عشان تحافظ على مكانك في المنتخب وانت استمر باللعب اللاعب كيانه في اللعب بعدم اللاعبه طبعاً بيأخره بشكل كبير جداً وشوفنا اللاعبه كتير جداً خدت فلوس كتير لكن في الآخر اتأخرت في المستوى واتضرت في المستوى بشكل كبير جداً فكن هو اختار في ووتشارت خلاص يهدي حرية شخصية بتاعته هو يختار من المكان اللي يقدر يرتاح فيه شايف بقى مميزات مهند لشنين الفنية ايه؟ او اللي يقدر يقدمه مع فيوتشار؟ موحند ملعبة الجيدة كل لعيب الوسط بلعب ليه مهام دفاعية وهجومية قيادية داخل ملعب ملعبة الجيدة جداً في المركز ده مركز ستة ومركز ثمانية هو هو عمر السيس صراحةً الاتنين الاتنين عاملين دوته بشكل كويس جداً وبعرضوه معهم محمد جابر معهم شيكا لان عملت توريفة كده بتكمل بعضها بشكل كويس برضو برضو لبعاماتش حدش صغير دول برضو من العناصر اللي احنا كوناهم خلاصة ان احنا ملعب بتلاتة في قلب الملعب ودول اللي انسجموا وعملوا انسجم كويس جداً 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 فمهند من عصب الفريق يعني انت لما بتيجي تكون فريق بتكون اهم حاجة للعمود الفقري العمود الفقري ده اللي هو رأس المرمى ستوبر دفيندر ورأس الحرب فده من القوام الرئيسي او العمود الفقري بتاع الفريق مين هيكون بديل مهند لشين فطلع الجيش؟ انا ذات نفسي كطار العشي اتمنى المحامز علي لكن انت في حالة الاستمرار فانت عندك يعني الشي الجيد انك رؤية جديدة وموسم جديد تستطيع انك تعود المكان بشكل كويس جيد تمام بالنسبة لمصطفى الزناري خلال الفترة الاخيرة وقع الفيوتشر وقع للزمالك وقع الاهل انا عاوز اقولك شي اتنين اللاعبين بغض النظر عن مهند كان يستحق لهم الانتقال الحر تمام هم محمد بسام وعلي الفيل تمام بسام طبعا بدتوا التعاكل دارة حاوليه جدل كبير جدا وانا يمكن لما اتكلمت كتير جدا ان احنا محامزين مطالبين بالمحامزة على القوام الرئيسي اعتقد ان الادارة استجابت بشكل كويس بسام يمثل ومش لعب فقط غير هو كابتن فريق احد يعني اللاعبين التربو داخل نادي طلع الجيش فكانت الاستجابة سريعة وتم التجديد بشكل كويس صليخ باسم المكان وباسم بسام بشكل كويس علي الفيل يعني مازلنا حتى الان مفاوضات معه لان انا شاف انا فيه مفاوضات كتير جدا علي وعلي برضو من القوام الرئيسي بتاعنا محتاجين ان احنا برضو منحبز عليه بشكل كويس جدا لانه بلعبها مؤثرة جدا خاصة في خطة بر بقيت اللاعبين بخلاف التلاتة دو المهند وبسام وعلي الفيل كلهم بيرتبطوا بعقود ممدودة على اقل سنتين داخل قلع اطلاع الجيش فاي خروق هيبقى من خلال اطلاع الجيش وبحيس انا موجود وبحيس ان انا قلت المجلس الادارة مفيش حد هتحرك فمفيش حد هتحرر من اللاعب يعني كده مصطفى الزناري وعمر السيسي مش هيمشوا من اطلاع الجيش ايه مش حد هيتحرك من طب فرق اطلاع الجيش لان احنا اصبح لنا هدف احنا محتاجين نحافظ عليه بشكل كويس انا مش ممكن هدعم المنافسين بتاع لعيبة بتاعتي وانا هجيب لعيبة اقل انا محتاج ان انا احافظ على لعيبة اللي تعيبتي معاه الزناري ده لعيب صغير برومسي بواعد في المكان ده وانا شايف ان هو عيكون من احسن استرابط في مصر عايزين انا ربقوا ميزاته اه مصطفى الزناري ايه لا انا بقول لعيب اولا بيمتلك المفتقد الكل دفعات مصد سرعة الارتقاء الجيد بلعب بدماجه كويس كورت كويسة من تحت في الرقابة كويسة في الافتكاك الكورة او الاستخلاص الكورة بشكل كويس جدا فالعيب لسه بقاله سنتين في الدورة المصر لما يكتسب الخبرات اعتقد هيبالعيب مميز جدا جدا انا شايف ان الزناري لو مع نوع من الصبر والتقل وان شاء الله يبالخطو اللي جاي منتخب مصر اعتقد انه ممكن يخرج برا طيب بالنسبة لعمر السيسي؟ عمر برضو من العناصر الاساسية اللي تتطور اسلوبها بشكل كويس جدا جدا مع الفرقة وليه باع كبير جدا بقاله حوالي ثلاث سنين مع الفرقة اعتقد ان هو بيقدم احد النسخ الجيدة جدا مع فريق طلعي الجيش برضو من الناس اللي احنا بنحافظ علىها بشكل كويس جدا برضو ليه عقد ممتد لسنتين جايين اعاز اقولك ان كل اللاعبين بتاعتنا ما فيش شك نظرا للطفرة اللي حصلت في الفريق اصبح اصبحوا مطمع لكل الفرقة فانت مش ممكن انت لو بتخطط البلان اللي قدام للمكان وهتطهد مش ممكن هتتخلى على كل الناس دي لان انت انا مش ممكن كمدير فني وخاصة ان الدور اللي جاي الوقت قصير جدا في بدايته فانت محتاج تحافظ على القوام الرئيس مش محتاج هتبدأ من ناس جديد لا انت محتاج خلاص انا قدمت القوام الرئيسي بتاعي اللي انا عاوز احافظ عليه وكمان اختراعاتي بمن هو قادم يعني اللاعبين اللي هم هيستطيعوا لو يكونوا في نفس المستوى او على اقل يكونوا افضل ان هم هيجوا للتلاجئة عشان نحقق الهدف الاعلى هو المنافس على المربع الزهبي فانت عشان تحافظ على الكلام ده او تخش في المكان ده لابد ان يكون عندك لعبين جيدين فنيا تكتيكيا تركيز وبعدين انت كمان تعدلهم عقودهم بشكل كويس تديهم مكافئات بشكل كويس كلائية حمالية محافظة عشان نقدر نحقق للمكان تارجت يستحقه انا نفسي انقل طلاع الجيش لفريق منافس مش فريق مجرد انقلت اواجد في الدور الممتاز نفسك تحقق ايه مع طلاع الجيش احققت زي ما حققت حرس الحدود المفترض في الترتيب الطلاع هو الاكبر ويجي التاني حرس الحدود حرس الحدود معي حقق ثلاث بطولات ونفسنا على المركز الاول في الدوري المشروع ده احنا ممكن نحققه بشكل كويس جدا جدا من نوع من التخطيط في كل الاصعيدة نحقق للمكان اللي يستحقه فريق ينتمي للقوات المسلحة اللي هي دايما بتطلب التمييز لان المكان يستحق والهدف ان احنا يتحول من البقافة دوره ممتاز للمنافسة على البطولة يعني خلينا نعملها تدريجيا ان احنا نفسها المربع الزهبي وبعدها يبتدي نرتقي للمنافسة على البطولة وده شيء اعتقد مش الصعب يتحقق في المكان. طيب بالنسبة المصطفى فاتحي لعبنا للتعاون السعودي فيه مشاكل خاصة بأوراق تبنيده هل ممكن يكون مصطفى فاتحي اللي عبان فندي طلع الجيش؟ شوف انا يعني باختصار كل اللي عرفوا عن مصطفى ان لي موقف تجنيدي فقط لغير لكن مش عارف هو هيجي عندنا او هيتم الموضوع بتاع الزهد يعني هيضار الموضوع بتاع الزهد لكن في حالة طبعا هيجنت مفيش شك طبعا هيبال اولوية لطلع الجيش غير كده انا ما اكلمتش مع مصطفى ولا اتقابلت مع مصطفى لكن مصطفى العب كويس جدا مفيش شك طبعا مصائد الفني اتمنى اي فريق شك مفيش شك طبعا يخدم المراحلة انا بقول عليه بالنسبة لتدعمات المسلم الجاية هل الكبت نطار العشري فانا عايز اتعاقد مع 15 لعب 15 لعب اه انا بتعامل مع الفريق يعني مش بالكم بالكيف طالما انا احافظ على انا القوام الرئيسي بتاعي فانا بحدد الاماكن اللي انا ضعيفة عندي واللي انا محتاج ان انا ادعمها بشكل كويس جدا وده طبعا يعني انا بحبش الكوترة انا بحب يعني يكون الموضوع مقتصر في اللاعبين انا احتاج اجيبهم عشان يضيفوا للمكان وانا استفيد منهم وهم كمان يستفدوا على فكرة في اللاعبين عندنا اعارة استفادهم المكان بشكل كويس جدا بفنية يعني انت شايف مثلا فيكتور ده لعب جبناه في يناير مفيش شكل فادنا بشكل كويس جدا جدا وانا اختارته اعارة من سراميكا وبعدين جالوا عقد في 36 ماشية و 7 وافتقدت طبعا قوة هجومية ضاربة كانت مؤثرة معايا رجب عمران برضو جايبوا من سراميكا مكانش بيلعب في سراميكا وجاي برضو تألخ معانا ولقى فرصة بشكل كويس جدا والولد بصراحة يعني خامة كويسة جدا لما اشتغلنا معانا واشتغل على نفسه بشكل كويس قدم نفسه بشكل كويس جدا ميدو جابر برضو لمكانش فيه فرصة في الفطرة اللي فاتت مع سراميكا معانا برضو قدم مردود كويس محمد جابر مكانش فيه مردود جيد في الناد المصري لما اجي معانا وظفناه بشكل كويس في نص الملعب وقدم بشكل كويس جدا انا قصدي فيه لعيبة استفادت من المكان مشاكله حتى لما هترجع لانضيتها هترجع وقف على حيلها انا كطار العاشي محتاج على الاقل لعيب تحت ايدي لا يقل امتداده في النادي عن سنتين من سنتين لثلاثة الاربعة مش عاوز يعرض كتيرة لان انت مش عاوز تشتغل سنة وبعدين تبصت لعيب اللعيب انا اعاوز اجهز لعيب للنادي يعمل امتداد يعني تحط طوبة ورا طوبة السنة دي السنة الجاية السنة البعدها اللعيب يرتقى خلي بالك ده اللي احنا عملناه مع الحرص الحدود من 2005-2011 الفرقة مكادش بتتحرك بيكوننا بندعم بشكل كويس فانسجموا بشكل كويس جدا كان فيه ديناميجية في الالية كمان في الاداء بشكل كويس جدا الولاد يعني اصبحوا قوة في الدور هو ده اللي انا اعاوز اعمله لكن انت تشغل مع 15 والسنة الجاية تغير 15 وضاير جلدك ده ما بيش استقرار فني يقدي الى نتائج جايبة طب ايه المراكز اللي كابتو الطرق العشرة عايز يدعام فيها خط الوجوب ده احد طبعا المراكز الرئيسية يعني ان خط الوجوب احنا نفتقد في خط الوجوب بدليل يعني عدد الاهداف اللي احنا جبناه يعني انت لو تقيس مثلا فيوتشار تريس الاسموح هتلاقي كل واحد اللي يقيل جايب عنها 40 هدف نادي الاهلي نادي الزمالي فانت محتاج تقرر من الكلام ده بيباش عدد اهدافك 22 فعندك قصور في الحتة دي بشكل كويس جدا انت معندكش غير سمير وكان فيكتور هما الاتنين اللي بيحرزوا اهداف عدد الاهداف بالنسبة للعابين ولا يجيدي يعني عندك مين والحد دلوقتي ما احرارش سوالهداف والموسى مهنتهش فطبعا انت عندك ده محتاج تدعم بشكل كويس جدا على صعيد خط الهجوم اللي يعمل معاك الفارق يتقلك يعني خط الهجوم يتقلك يخوف منك الفرق بشكل كويس جدا لكن عاوز اقولك ان احنا الحمد لله رب العالمين يا حامد الفرق من ساعة انا توليت مسؤوليتها والفرق اكتسبت شخصية كويسة هوية الفرق اصبحت يعني بدل ما هي كانت جاية طمعانا فيك اصبحت خافك وده شيء جيد جدا جدا وده مجايش من الانفراه الصعيد التكتيكي بتاع الفريق والتنظيمي اصبح جيد فيه ترابط بشكل كويس جدا فيه اسلوب احنا بنلعب عليه مصر كلها عرفاه والحمد الله رب العالمين ان مصر كلها بتلعب على الدفاع على هذا الاسلوب بشكل كويس جدا كابتن طي العشري فين جون انتوي لا انتوي انا لما جيت تنقشت حتى مع جهاز المعاون ومع انا كنت مستغرة بالنجون انتوي من اللاعبة الافرقة اللي هي باع كبير جدا يعني ده اكتر لاعب افريخي احرز احدى حاولت بقدر الامكان جدا عادت معنا عداد كتير جدا عشان اسعده عشان اسعد الفرقة ويرجع جون انتوي لمستواه لكن للاخر انا فشلت يعني صراحة فشلت فلما فشلت خلاص انا جنبته من حساباتي يعني حتى انا معرفش هو كان عاوز ايه بالظبط يعني حتى ما عندوش اقبال حتى في التمرين يطلع برا ما بيزعلش لما بيلعب ما بيقديش بشكل يعني فيه روح فيه قتال حتى على الصعيد التهديفي مفيش فانت طبعا خسرت مكان يعني بشكل كبير جدا جدا فخلاص جنبته وبتقيت يعني في الفترة الاخيرة اركز على الولاد الصغيرين بتوعنا زي فارس منتخب الشباب اللي هو جاب الجنف الماتش الاخير بتاع استر كامباني يعني انا عاصل شايف ان احنا نفتح الموضوع نستفيد ونقيم اللاعبين الشباب على اساس اللي السمرية في السنة الجاية وندهم خبرات بشكل كويس نكسب ولد شاب احسن ما نضيع وقتنا مع جوان طيب فيه رغبة من كابتن طلاق العاشر في التعاقد مع لعبين من الاهل او الزمالك لو فيه لعيب مناسب من الاهل او الزمالك ييجي ينضم لكتيبة طلاق الجيش ويمشي على نفس السيمترية ونفس الهوية ونفس الشخصية ويقدي بشكل كويس وبإقبال اهلا بيه طيب فيه لعيبة معينة انت نفسك تضمها من الاهل او الزمالك مفيش من الاهل او الزمالك يعني خلينا نتكلم يعني واقعية هم فوق مش هينزي إلا ازا كان مضطر يعني الاختيار التاني بعد الاهل او الزمالك هتلاقي في يوتشار هتلاقي فاركو هتلاقي في البنك الاهلي للفوارك طبعا المادية وكمان للفوارك الفنية فهو الاختيار بيهبة بتاعهم كده عشان يجي عندنا احنا محتاجين لعبين صراحة انا ذات نفسي بختار لعبين زود طباع معينة يقدر يخدم طريقة لعبي ويقدر يخدم المكان بشكل كويس بإقبال وحابب المكان انا مش عاوز واحد جاي كاره المكان جاي غزبا عنه لا انا جاي على واحد حابب عشان يقدر يقدي اخد منه اللي انا عاوزه شايف مع اللي حصل الزمالك اقاف قيد لعب زي طرق حمد يمشي اشرب بن شرقي وخلاص الزمالك جاءت على قمة الدورة شايف ده نجاح لمين وشايف اللي حصل ده ازاي نجاح طبعا مفيش شك طبعا للمدير الفني برينا يعني من ساعة ما جاه وهم لما اختاروا المستشار مرتضى منصور وانا شايف كمان يعني احد نجاحاتي ان المستشار مرتضى مبعد نفسه عن الفريق عن الفريق بشكل كبير جدا وعطي طبعا اولوية الامير في الاشراف وفيه هدوء يعني من كما وفيه ادوار هو بحقاء مجلس الادارة للجهاز الفني واعتقد ده احد مطالب فريرا لما جي قاعد معهم عشان يرجع الاستقرار الاداري والفني وانهم يتركوا الموضوع ليه مفيش شك يجي في الاول لقى صعبات وابتدى الراجل ينظب نفسه بشكل كويس جدا لحد احد يعني اكتشافاته الولاد الصغيرين عشان يقدر يسد الاماكن اللي هي لعبة مميزة زي بنشاري اللي ما ماشي مين هيسد مكانه فابتدى يعمل الفريق الامل والنهاردة بتشوف حسام بتشوف نمار بتشوف سيف بتشوف يوسف اسامة نبيه اربع لعبين جيدين انضموا للقوام الرئيسي واعتقد انهم اختيار طريقة اللعب المناسبة اللي يستطيع يعمل فيها زمالك فارق في الفترة الاخيرة ودي اللي نجحته بشكل كويس مع انخفاض مستوى النادي الاهلي في الفترة ديت في خدانه عدد كبير جدا وانده طبعا المنافس الرئيسي يمكن بيناوش من بعيد بيرمت لانه ماشي برضه في المنافسة في الموضوع ده متمسك بالمركز التاني فاعتقد يعني مغلوك لنادي الزمالك هو قريب جدا جدا خلاص لحزم البطولة الدوري واعتقد ديت يعني هيحسب لمجلس الإدارة وايحسب للعابين وايحسب للجهاز الفني انه هيجمع بين بطولتين في سنة واحدة الكاز والدولي وده شيء جيد طيب شايف ان اللي حدث ده شايفه انجاز او اعجاز لفيرا شوف انت عشان تصل لتوليفة في قلة عدد اللاعبين المؤثرين وكمان تقل من اللاعبين الجايدي اعتقد ده يعني اكتشاف لفيريرا بشكل كويس جيد جهاز الفني تقيم سوارش مع الاهل ازاي؟ سوارش عشان يبان بصمته لازم تدي له وقته ان هو جيب في وقت هو الراجل اللي قال لك انا كل اللي بشتغل هو يعني بالزبط طبعا انت عشان تحكم على مدرب لازم تدي له وقته بشكل كويس انا شايف الفطرة الاخيرة من ساعة ما مجلس إدارة والجهاز الفني ابتدى يعتمد على سياسة تدوير واعتمد على بعض المشيئين مع مجموعة اللاعبين التانيين اللي هما كانوا بعد ابتدى الفريق بتحسن يعود لحيويته مرة اخرى يعني التغييرة دي الجد في صالح النادي الاهلي واعتقد ان ده حيعمل تغييرة كبيرة جدا جدا في المستقبل في استراتيجية النادي الاهلي شايف رحيل مسماني كان قرار صحيح ام خاطئ؟ والله شوف ده قرى مجلس إدارة يعني المجلس الإدارة طبعا هو بيختار التوقيت وطبعا النادي الاهلي دايما بيلعب على هدف واحد هو البطولات الافريقية رقم واحد ثم البطولات المحلية رقم واحد فلما انت بيتحققش تارجت اللي انت متافق معاه اعتقد بيبقى فيه تخلوباتك النادي الاهلي وراه جمهور عريض بيضغط عليه بشكل كبير جدا لان ما بيقبلش عاوز يعني كل الانديها جامارية عاوز حاجتين يعني معادلة صعبة اداء ونتيجة فطبعا دي عشان تحققها اي مدرب محتاج معاه لعيبة جيدة جدا كتيبة وكون الولاد فيه صراحة انا شايف الفطرة الاخيرة دي من اكتر الثلاث سنوات الاخيرة من اكتر الناس اللي اتضروا نظرا للمواصلة في سواء منتخبات بطولات عربية افريقية محلية بطولات كسعالم تصفيات هو لعيب النادي الاهلي لان طبعا من ثلاث سنين اللي انت شايفو ده عملية اجهاد وحسنا ان هما طبعا بعاد اللاعبين اللي هما يعني حسوا ان هم موجادين على اساس ان هم يستعدوا مشاطه بشكل جديد نظرا طبعا الموسم مفيش موسم في العالم بيبدأ سنة كاملة 12 30 38 ينهي 38 طبعا مفيش جانب يعني احنا حتى في علم التدريب الراحة اللي احنا بنا نخدها بين الموسمين دي راحة ايجابية عشان اللاعبة واحنا كاجهزة فنية نقدر نفصل حتى الادارات تقدر تفصل ترتب نفسها على كل الاصفاد عشان تخش على موسم تاني باقبال بانتعاشة مقبل على التدريبات لكن انا هتساقد ان كده وصله قمة الكوباية زي ما يقوله كوباية ملقت فعشان كده النتائج تهزت مصابات كتيرة طبعا اصعب مدير فني بتوجه او بتحس ان مطش معايا مش سهل رخم ولا كل المديرين الفنين هبعمل حسابة لان الدور المصري مزيج بين الخبرات الاجنبية والمصرية كل المديرين الفنين كل واحد ليه فلسفته الشيء الجيد ان انت بتفرد اسلوبك على كل هؤلاء تمام ولما انت بتفرد اسلوبك وفلسفتك على كل الشخصيات اللي انت بتقول عليها ديت انت خلاص نجحت وده يمكن لما بنقله اللاعبين تاكتيكيا داخل الملعب مين هيفرض اسلوبه داخل الملعب هو اللي هينجح هذا المردود غير مفرض اسلوبه التاكتيكي داخل الملعب سيطر على مفاصل المباراة طالما انت سيطرت على مفاصل المباراة فالمباراة مش ها في اتجاهك سواء بتحقيق النقطة اللي احنا بنحافظ عليها او الثلاث نقاط بالنسبة بقى المباراة الكابتن طرق العاشري والكابتن عرق عبد العيل بعد المباراة الاخيرة كان فيه كومك كل المباراة مباراة تاكتيكية من النوع الاول يعني الاسلوب قريب من بعضه مو فرصة واحدة ممكن تكون الفرصة دي من قاوت من دار بروكنية من فاول من هجمة مرتدة فانت الاسلوبين قريبين من بعض بشكل كبير جدا خلي بالك اللي عملت طفرة مع علاق عبد العالم في الفطرة الاخيرة الموضوع مش عملية ان انا عشان اباين الناس ان انا بلعب كرة حديثة فقوم انا اتضر لا انت في الاخر عتشيل شانتتك ومع السلام بقول لك مع السلام انت كمدرب فيه عملية حسابية بتضار عشان تحقق الهدف اللي انت موجود فيه ضغوط كبيرة جدا علينا ان احنا عاوزين نرتقي دهلا على المنطقة دي بس عاوزين نحسن فاحنا بنلعب على طارج التاني هو عاوز يهرب من المنطقة دي وهو عامل حساب الفرق اللي وراه وعمل حساب النقطة والنقطتين والتلاتة فما فيش شك اي واحد بيفكر بعقلانيه هيقفل المطر ويلعب على النقطة نبرة واحد لان انت طالما بتضيف ما بتخسرش فانت الفريق ماشي في الاتجاه الصحيح فدائما مبارات بتاعتنا مقفولة والناس طبعا ابتدت تصنفها انا عاوز اقولك يعني هم صنفونا من المدربين يقولك المدربين الاسلوب اللي انت بتتابعه هل انت بتنجح فيه ولا بتفشل فيه مهم ان انت بتحقق النجاح بالعملية كل في العالم يعني ما فيش حاجة ما فيش حاجة بتخرج عن كرة القدم في حالة الدفاع او كرة القدم في حالة الدفاع اه في حالة الدفاع hifi حالة دفاع انت بتعمل ايه وفي حالة الهجوم انت بتعمل ايه قد تكون توصل بفرصة واحد لكن نجحت فيها وما بنجحتش فيها او ده المهم أكتر قومك ضحك الكابتن طري العاشري مبارات ما بينك وبين الكابتن عبد العائل لما هم عاملين أخيراً بيقول يعني رسميني أنا فوق وهو بصوريني أتاحت فبيقولي أنا بقوله تفضل هاجم هو بقول لا تفضل إنتي أنا طبعاً يعني سعادتني الجمهور مصري طبعاً لقفة يعني فهات حلوة يعني شايف بيتوريا لم يدرب أي منتخب من قبل شايف نجاحه على منتخب مصري إزاي؟ يعني أنا شوف إنه هو طبعاً بيقوم بجوالات استكشافية بينه عاوز يعرف يعني إيه هي المشاكل اللي بتقابل كل مدارين فنيين أو الدولة لمصري أمامه مجهود كبير جداً جمهور مصري دلوقتي أصبح مجهود يعني جمهور يعني مش عاوز أقولك قلاب عاوز طبعاً المنتخب يعني هو مصر طبعاً تصحيقة لأن مصر من المفترض الدول مصنفة على الصعيد العربي أو الصعيد الإفريقي فطبعاً لما الجمهور حس مع كابتن حسان من الفرقة يعني عن صعيد النتائج قدم نتائج جيداً لكن على صعيد الأداء ما عجبش الجمهور فتم تضحية بالكابتن حسان نفس الكلام مع الكابتن هاب تم تضحية بيه فأنت جايب ودي الفني كابتن شايف أن رحيل عبد قال كان إهانا المدرب المصري طبعاً إهانا مدرب المصري مفيه شك أن يجيبوا مدرب فيسبوع وعشر طيام ومشوه وبدون أسباب معينة أنت قبتوه منين ومشيتوه منين يعني وبعدين الأسف أنت صدرتوا صورة للشارع المصري أن المدرب المصري لا يعتبط عليه في الفترة اللي جاية فيه اهتزاز صورة بسبب أن أنت قدمت المدرب المصري بصورة غير جيدة أنت مفترض تختار مدرب مصري مشروع زي مثلاً مدرب السنغال مدرب سنغالي بس المدرب السنغالي عمل في سبورت من الاتحاد لعيبة كان النتاج مهتزة في الأول وابتدت النتاج تتحصل لحد مواصلة السنغال رقم واحد على مصابة إفريقيا جمال بالماضي في الجزائر نفسي كان جمال بالماضي طلع مطولة إفريقيا وطلع من كاس العالم ومازال التحاد الجزائري متمسك بيه المهم أن أنت يكون عندك بلان واضح وعندك مشروع مين هنفذه؟ مدرب المصري فلان فلاني احنا كلنا وراه لحد ينفذ المشروع ده فيه سلبيات فيه إيجابيات مدرب الأجنبي احنا كلنا وراه بس المهم يكون عندك بلان واضح أنت ما عندكش بلان واضح أنت بتعتمد على الصدفة أن المدرب يجي ينجح يبقى كلنا وراه فشل شيله وانسف حمامك الخديم وابدأ من جديد احنا بقى نقد ايه من أول كبر مصعدنا كاس العام عمين نبدأ من جديد عبيد نبدأ من جديد عبيد من جديد مرة مصر مرة أجنبي مرة مصر مرة أجنبي انت الأول كتحاد لازم تمتلك مشروع عشان تنفذه شاكد انا شايف حتى الراجل جاي عامل عقد لمدة أربع سنين يعني شوف عامل عقد مدة أربع سنين يعني إذا انت عندك مشروع لمدة أربع سنين هينفذه الراجل ده انت المفترض وراه في النتائج سواء نتائج سلبي او نتائج جايبي شايف فيه تحديث كمان المنتخب محتاج يتحدث على صعيد اللاعبين محتاج انك لعيبة جيدة وتقولوا ان هما عنده متوسط عامل صغير يقدر يوصل للبطولات الافريقية ويقدر يوصل كمان للتصفيات كاس العام لو كابتن طرق العشري بقى معا ميزانية مفتوحة منهم اللاعبين اللي تقدر تضمهم لتشكلتك تكتسح بهم دولي كاس انت بتقولها هتكرر النموذج بتاع بيرمتز لما كان عندهم الميزانية الجيدة ابتدى يستخطب كل اللاعبة الجيدة عشان يحصل فيها الفريقين اللي انت شايفه ده ما فيش شك طبعا التمويل والاقتصاد المادي أصبح النهاردة يعني احد العناصر القوية جدا في اللعبة النهاردة انت بتشايف مثلا انتحاد الافريقي بيعمل الدور السوبر جليده بقيمة تسوقية 100 مليون 100 مليون دولار 11 مليون البطل عشان ينمي القدرات اللعبين الاندية المادية تسوقية وينمي كمان الفنية فالنهاردة التسويق بفيش شك طبعا الميزانيات بتفرج كتير جدا نهاردة فيوتشر يعني قدر يوصل للمنطقة اللي ديت في السنة واحدة بسبب ميزانية الميزانية ابتدى يستخطب لعبين جايدين سؤال السن جايدين عاملين تفرج كويس جدا في الفطرة الاخيرة النهاردة في سنة واحدة تخطى عندية عريقة اتحاد اسماعيلي مصري العريقة المحلة فالنهاردة المادليات لها دور كبير جدا تديك فرصة انت كمدرب تستطيع انك تجيب أي لاعب من أي نادي ايه الفريق ايه الفريق اللي كاب تطير عاش نفسه يدربه في يوم الايام الفريق اللي انا نفسي ادربه في فرق كتير لا فريق واحد بيه المدريه هتحق معاي ايه فريق انا جاهز الحمدلله جاهز يعني مش نفسك مثلا في يوم الايام تدرب زمانك اهلي مش اكشرف لكل اللاعي مدربين لكن دول بيعتمدوا على اولادهم يعني بيعتمدوا على اولادهم يعني في المقام الاول يعني او المدربين محترفين نلعب بقى لعبك جدا يا كاب تن دلوقتي بس هتختار اللي هتختاره يساعدك يكون حد من فريقك من اللاعيبة عموما مش مقام اللاعيبة معلشان دي هي دي اللاعبة مش دي يعني في الجهاز او في الجهاز ماشي مفيش مشكة او في الجهاز لو كاب تنطرق العاشري في الطريق والعربية تعطلت اول حد هيكلمه مين عندنا الرأي دي هات هو ده بتاع حلال المشاكل دي كلها حلال المشاكل اول واحد تقدر تكلمه هو ده ما بيتاخرش في كل المشاكل زي انت شايفها ديات بيحلي مشاكل كتير جدا ونشيط جدا يعني طيام لو كاب تنطرق العاشري رايح فرح وعايز فيه لأحد زوء كويس هتختار من اللي يختارك البدا احمد العاشري ابني احمد العاشري اه او زوء كويس في اللبس اول مراية بتاعتي لو موجود في مكان والأسنصير عطل بيك وعطل بيك للمدة 3 ساعات تختار مني يكون موجود 3 ساعات يموت لا مش هتموت الخبش 3 ساعات يكموت صعب جدا 3 ساعات طبعا يتعطل فيك أسنصير يعني حتى الفوبيا الواحد عنده فوبيا هتصب بمين يعني وكمان الى أسنصير هتصب بمين لا يكون في شبكة لا مش شبكة هتصب بمين هتصب ربنا بقى أول وحيدة هقولي يا رب هنا جيني هبقى تحب يكون مين موجود معك في الموقف ده نبيش الموقف ده موقف صعب جدا خلي بالك تعرضتله وكان فيه فوبيا كبيرة جدا يعني لو لان انا الواحد كان هادي شوية كان ممكن والنور جي بساعتها يعني كان معها ناس كان معها معها وكلام ده تعرضتله في ليبيا انا وكان فيه محمود عاط كبير ومحمود عاط عنده فوبيا كمان يعني في الموضوع ده لا لولا ان النور جيه كان ممكن يعني الأسنصير ده يتهد ها يعني صعب صعب جدا الموضوع ده من اللاعب اللي يقدر يحضرلك الطعام يعني زوقه حلو في الأكل لا فيه من الجهاز دايما العاملين عاملين اه فيه نفس نفس كان فيه صافي كان فيه حرص الحدود كان نفسه حلو وفيه يعمل الأكل حلو جدا بالبلدي الأكل البيتي وعندنا ضياء في طلع الجيش نفس الكلام يعني انا مبسوط جدا يا كابتن والله انت كنت موجود مع المعرضة انا مبسوط يا حافظ الله وسعيد جدا بالخوار وسعيد بيكو وسعيد بوسط البرنامج وشرف ليا ان شاء الله كنت 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 ضيف خفيف عليكم انا طبعا دايما الله حبيبا كابتن ربنا خديك احمد شكر كبتن